بهاي المحاضرة ان شاء الله بدي احكي اكمل نقطة عن الورك ونخلص موضوع الورك اوتبت اوف دي هارت المر الماضي حكينا انه معظم شغل القلب بروح وين على شكل اكسترنال ويرك مش على شكل كنتيك انرجي عشان هيك لما احكي ويرك هلا من بهاي المحاضرة انا بيكون اصلي اكيد عن الاكسترنال ويرك خلاص هداكة ننسعه تمام هلا بالفيزيا شوي يعني ويرك ايش تعريف الشغل الشغل هو القوة فورس مضروبة في المسافة الدستنس تمام طب بالنسبة للقلب الشغل طبعه شو هو القلب بيمسك هالدمات اللي هم الستروك فوليوم وايش بيدفشهم بيعطيهم قوة against الاورتك برشار صح الفنتريكل بيدخ الستروك فوليوم against مين اي قوة اي قوة بيدفشها الاورتك برشار فعشان هيك الفورس بالكاردياك وارك هي الاورتك برشار لانه القلب ببذل قوة بتساوي الاورتك برشار عشان يدفش الاورتك برشار المسافة اللي بيحرك فيها شو بتساوي والله بتساوي كمية ستروك فوليوم إذا عندك نتفت دمات فأنا بحرك نتفت وبأكون خلاص عملت اللي علي ووصلت ستروك فوليوم لالشرايين بس إذا أنا بدي أدفش كمية دم كبيرة ستروك فوليوم كبيرة فأنا زيك إني عندي دستانس أكبر بدي أدفشها فالدستانس بيتعبر عنها في القلب بالستروك فوليوم والفورت بتعبر عنها بالأورتك برشور تمام هيك بنحسب شو الورك تبع الهارت اللي هو لهيك قلتلكم باللوب اللي هم المساحة تحت المنحنة بتعبر لي عن الورك تبع الهارت لأنه كانت المساحة تحت المنحنة هي الستروك فوليوم ضرب الأفتر لود اللي هو الأورتك برشور حلو هلأ في شي تاني بالفيزيا اللي هو الباور شو هي الباور أو المنت ويرك هو الشغل المبذول متى في وحدة الزمن في الدقيقة مثلا يعني الريت أوف وورك تمام هلأ بالنسبة للقلب الموضوع سهل جدا لأنه حكينا أنه الورك تبع الهارت أوكي الستروك وورك نسميه الستروك وورك بساوي الستروك فوليوم ضرب ايش ضرب الأورتك برشور صح؟ هلأ هادا شو كمية الشغل اللي بيبذله القلب متى بير بيت في الايش في الستروك الوحدة تمام؟ هلأ أنا بديها بير منت شو أعمل؟ بقول لك خلاص بديش أشوف بير بيت يعني مش بير ستروك فوليوم بديها بير ايش كارديك أوتبوت ليه؟ لأن الستروك فوليوم هي كمية الدم متى في الوان بيت من تعريفها الكارديك أوتبوت هي كمية الدم متى في الوان منت فلو حطيت أنا الكارديك أوتبوت ضرب الأورتك برشور هو هاد بيسويلي شو الباور أو اللي هي المنت الستروك المنت ويرك تبعه الهارت تمام؟ طيب إذن الكارديك منت ويرك هو عبارة عن الأورتك برشور مضروف في الكارديك أوتبوت لأن الكارديك أوتبوت هو البرمنت الستروك فوليوم هي بير بيت عشانك الستروك فوليوم هي بتعبر لي عن الستروك ويرك بس الكارديك أوتبوت بستخدمها في المنت ويرك أو الكارديك منت ويرك الكارديك منت ويرك استخدمناها كميقياس لكمية الطاقة اللي بيبذلها القلب في الدقيقة بالمنطق ما هو أنا بحكي لك إنه هي بتعبر لي عن الشغل اللي بيبذلوا القلب في الدقيقة الواحد لما بدي يشتغل بديه طاقة فكمية الطاقة رح يخدها الألف في الدقيقة لها علاقة مع كمية الشغل في الدقيقة اللي هو الكاردك منتورك فإذا القلب عنده كاردك منتورك عالية معناته هذا القلب شو ما له بيبذل انرجي بالدقيقة الوحدة عالية فإذا أنا بدي أدرس كمية الانرجي اللي بيبذلها الألف في الدقيقة الوحدة بدي أتشوف الكاردك منتورك فعشان هيك إذا سألتك شو العوامر اللي بتأثر على كمية الطاقة اللي بيبذلها الألف الدقيقة بتقول لي الكاردياك اوتبوت والأورتك برشار تمام من وين بيجيب القلب طاقته بقولك زي الخلايا الهيكلية الانرجي الطاقة من جيبها مين لي من الاكسيديتف ميتابوليزم يعني ايروبك يعني بحاجة لأو تو لهايك كل ما زاد استهلاك الطاقة بسبب زيادة الكاردياك من التويرك رح يزيد استهلاك شو الأكسوجين لأنه القلب بيعتمد على الأكسوجين علشان يهضم الفات ويعطيني ايش طاقة تمام ممكن يستخدم لاكتيت وغلوكوز كمان غير الفات هلا بيقولك هون انه بصراحة بصراحة القلب بيستعمل ربع الطاقة او ربع يعني الاكسوجين اللي بيستهلكو بيستعمله فعلا عشان يعمل شغل تمام ولكن في عندي 75% بتروح على شكل حرارة طب هادا الربع اللي بيستهلكو كيف متوزع يعني يعني بعرف انه هاد الشغل بيروح عشان تنتقل لا الاورتا اجين الاورتك برشور فاهم هاي الشغلة بس هاد الشغل اللي انبذل كيف ممكن انقسمه من قسمه تلت اقسام جزء من الشغل بيروح لانه اصلا خلايا القلب عاملة تنشن يعني اصلا فيه الهاتون اصلا عاملة نص انقباض بسميه باسف تنشن حكيت لكم عنه بوحدة من محاضرات الانترو تمام تبعت هذا الكورس حكينا انه العضلات قردي ما بتكون مرخية على اخر ففيه جزء من الطاقة عم يتم استهلاكو تمام هذا جزء صغير بيروح ايش من الشغل اللي بيبذلوا القلب جزء تاني من الشغل بيروح وين بعملية الكنتراكشن لما الفنتركل ينقبض بالسستول اكيد هو اهم اشي هذا الجزء الاكبر اصلا بيروح وين في الكنتراكشن وهذا الجزء اللي بيروح في الكنتراكشن اللي هو في السستول هذا الجزء بيأثر فيه شغلتين قوة الكنتراكشن كل ما كان الكنتراكشن اقوى بيكون الشغل الرايح بالكنتراكشن اكتر والهارد ريت كل ما كان الهارد ريت اعلى اكيد رح يكون الاستهلاك الشغل اكتر صح تمام شوف يعني اشياء بتأثر لي على الكنتراكشن يعني مثل فنتركل رح يعمل كنتراكشن اقوى اول شي خطر لي بصراحة وانا عم بشرح تمام هذه الخليه على جانب غيره البريلود بشكل عام اذا زاد عندي البريلود حسب فرانك ستارين ميكانيزم تتذكروا لما قلت يزيد عندي الكنتراكشن صح طيب وشو كمان اشي بأثر لي على الكنتراكشن تبع الكنتراكشن الافترلود اذا الافترلود اللي هو قورتك البرشل كان عالي الكنتراكشن اعلى عشان ايش يقدر يطلع الكنتراكشن تبعته اغانست افترلود كبير زي هايبرتنشن مثلا فاذا زاد الافترلود برضو بزيد عندي الكنتراكشن فصفة شو في اشياء بتأثر لي على الكنتراكشن الافترلود والبريلود معناته شو في اشياء بتأثر لي على الكاردياك ويرك او كمية الانرجي الانرجي اللي انا بستهلكها بقولك البريلود اذا زاد رح يزيد عندي الكنتراكشن فرح يزيد كمية الطاقة اللي بستهلكها الافتر لود إذا زاد رح يزيد عندي الكونتراكشن فرح يزيد عندي كمية طاقة اللي بستهلكها الهارت ريت إذا زاد رح يزيد عندي الشغل والطاقة اللي بستهلكها وكمان التنشن لا هذا الباسر تنشن أكيد ما رح يزيد تمام فأنا هلأ ألخصت لكم أنه عندي ثلاث عوامل بتأثر لي على كمية طاقة رح يستهلكها القلب متى في الدقيقة الوحدة أو في البيت الوحدة الافتر لود والبري لود والهارت ريت الأفترول والبري لود بيأثرولي على الكنتراكشن إذن أنا إذا زاد عندي الأفترلود بيزيد عندي إيش الفورس оф كنتراكشن وإذا زاد عندي ال прочالب رLED بيزيد عندي الفورس оф كنتراكشن وتأثيرهم على الكنتراكشن هو اللي أثر لي على إيش أثر لي على الから والتالي زاد الしくونسومشن بزيادتهم تمام هلأ لاحظوا إنه زيادة ال أو الويرتق برشار بتأثر على الكنتراكشن أكتر من زيادة ال 빼 load يعني صحيح حسب فرانك ستارلينج ميكانازم زيادة البري لود بتزيد الكونتراكشن بس لسه إذا زاد الافتر لود بيأثر لي بشكل أكبر تمام فعهذا الإشي شو بيفسر لي بيفسر لي ليش وقت الايزوفوليوم الكونتراكشن بتم استهلاك كمية كبيرة من الأكسوجين مع أنه ما عم يتغير الفوليوم تبع الفنتريكل يعني ما عم بعمل لود عليه لا مش عم بغير بأي لود ما عم بغير كمية الدم لجواته بس لأنه عم يعمل كونتراكشن فعم يستهلك جزء كتير كبير من الطاقة تمام؟ إذن فيه شغلة بس هيك بدي أنوحها عليها هلا أنا البري لود بس أزوده بيزيد عندي الفورس اف كونتراكشن صح وإيش بيصير بالستروك فوليوم؟ بتزيد الاستروك فوليوم طيب وإيش بيصير بالكارديك أوتبوت؟ بتزيد الكارديك أوتبوت اللي هي كمية الدم اللي بتطلع فيه الدقيقة تمام؟ وإيش؟ ولنزاد عندي الاوت وكونسامشن بسبب زيادة الكونتراكشن ما دخل إيش؟ الكارديك أوتبوت حلو؟ هلا زيادة الافتر لود إيش بتعملي في الستروك فوليوم؟ بتقلله وإيش بتعملي بالكارديك أوتبوت؟ بتقلله تمام؟ هون قل الكارديك أوتبوت بس الكونتراكشن زاد زاد خلص ما دام زاد الكونتراكشن يبقى شوار حيصير في الورك في الاوتو كونسامشن رح يزيد اوكي؟ فإحنا إيش نخلي العوامل اللي بيعتمد عليها الاوتو كونسامشن ثلاثة افتر لود، بري لود، والهارت ريت هلا إذا زاد الكارديك أوتبوت بسبب زيادة الهارت ريت تمام؟ مع ثبات الستروك فوليوم ما قلت الستروك فوليوم تمام؟ أو زادت الستروك فوليوم معناته رح يزيد عندي الاوتو كونسامشن أكيد تمام؟ شو كمان ممكن يزود لي الهارت ريت بري لود إذا زاد الري لود رح تزيد أصلا الستروك فوليوم وبالتالي إذا رح يزيد الكارديك أوتبوت وهكذا هاي الافترلود في المعادلة تمام فما بزبطي تقول لي قال الكارديك اوتبوت هدي المعناته إذا قال الكارديك اوتبوت للأوتو كونسمشن رح يقل لا قال الكارديك اوتبوت بس ما انت زودت هاد تمام وهذا كتير أثره كبير طيب هلأ قلنا كمان الهارت ريت بيأثر لي على الاوتو كونسمشن وبيزوده إذا زاد الهارت ريت بيزود عندي الاوتو كونسمشن بس بيحكي لك إنه إذا أنا الكارديك اوتبوت عندي زاد بسبب الهارت ريت ولا الكارديك اوتبوت زاد بسبب البري لود فالبري لود بيأثر لي على الاوتو كونسمشن أكتر من الهارت ريت تمام فهي المنت mereka زادت بسبب زيادة الكارديك اوتبوت خلص أنا ثبتت زيادة الكارديك اوتبوت بقل لك إذا كان السبب هو زيادة الهارت ريت فالتأثير رح يكون إيش معلهم أقل إذا قارنته بزيادة الـ Pre-Load اللي هو زادة الـ Stroke Volume تمام؟ فأكتر واحد بيأثر لي على Auto Consumption مين هو Hour Tick Pressure اللي هو After Load بعدين مين بيجي لـ Pre-Load بعدين مين بيجي الـ Heart Rate كلهم بيأثروا على Auto Consumption بس أقوى واحد الـ Hour Tick Pressure بعدين لـ Pre-Load وآخر إشي الـ Heart Rate هلا بيقول لك مع إنه Pre-Load بيأثر على Auto Consumption أكتر من Heart Rate ولكن أنا ما بدي أركز على الـ Stroke Volume والـ Pre-Load في دراسة Auto Consumption ليش؟ لأنه ببساطة في عندي عامل كتير بتحكم في الـ Stroke Volume والـ Pre-Load وبتحكم كمان بشكل Direct على الـ Auto Consumption اللي هو مين؟ الـ After Load كيف؟ هلا حكيت لكم هو نفسه اللي أنا قلته قلت لكم إنه الـ After Load إذا أول هو Hour Tick Pressure خليننا نختصره بـ P إذا زاد هذا الـ After Load رح يقل عندي كتير الـ Stroke Volume تمام؟ ويقل عندي كتير إيش؟ الـ Cardiac Output وهو زاد شوية بس هاي زيادته ليش شوية؟ إيش عملت في النهاية؟ زودتلي Auto Consumption فهو زيك إنه عامل Suppression للـ Stroke Volume والـ Effect تبعها والـ Effect تبع الـ Stroke Volume خلص إذا هو زاد رح يزيد الـ Auto Consumption إذا هو قل رح يقل الـ Auto Consumption فما رح نتطلع على الـ Stroke Volume اللي هي بتعبر لي عن الـ Pre-Load تمام؟ لأنه الـ Pre-Load اللي بتحكم فيه هو الـ Stroke Volume فيعني القصد إنه إذا هذا تغير اللي هو الـ Vertical Pressure رح أأثر بشكل كتير واضح على الـ Stroke Volume بحيث إنه إذا الـ Pre-Load زاد ولا طلع ولا نقص وهاد عشان يأثر لي على الـ Stroke Volume ما بهمني خلص في عندي حدا بيتحكم بالـ Stroke Volume بشكل أكبر تمام؟ لهيك إذا أنا بدي أعمل علاقة بين Auto Consumption أو الـ Energy Consumption رح يهمني شغلتين الـ Vertical Pressure والإيش الـ Heart Rate ما نسينا الـ Heart Rate لأن الـ Heart Rate إذا زاد بيزيد عندي Cardiac Output وبيزيد عندي إيش الشغل أوكي فـ Heart Rate مش عامل لي مشاكل مع الـ Vertical Pressure بس المشكلة إنه الـ Vertical Pressure بيأثر بشكل كتير كبير على الـ Stroke Volume بشكل كتير أوضح وأهم من تأثير الـ Pre-Load على الـ Stroke Volume فأنا بهمني أدرس الـ Vertical Pressure والأثر طبعا على الـ Stroke Volume وكيف بيأثر لي بعدين على الـ Cardiac Output وبالتالي على الـ Auto Consumption مش بهمني تأثير الـ Pre-Load على الـ Stroke Volume إنه الـ Pre-Load طلعها نزلها في عندي حدا أهم هون بيسيطر على الـ Stroke Volume تمام بالتالي Cardiac Output والـ Auto Consumption أوكي فمثلا شوفوا لي شخص عنده أوورتك ستونوسز إيش الأورتك ستونوسز إنه السميلونر فالف الأورتك فالف هذا ما إيش ما بفتح فلما الـ Ventricle الـ Left Ventricle بده يعطي الدم للأورتة ما عم إيش يطلع الدم للأورتة لأنه الـ Valv اللي هو الأورتك valve ستونوسز دمسكر إيش بتتوقع يكون Cardiac Output بهاي الحالة كتير قليل يعني Stroke Volume كتير قليلة ليه لأنه الفالف يمسكر ببساطة في عندي يعني عامل resistance بيقاوم بقوة تمام يعني الأفتر لود إيش ماله عالي وهو الأفتر لود بيعبر عنه الأورتك valve والأورتك pressure تمام أي شي إيش بيواجه خروج الدم من الفنتركل هو بيمثلي الأفتر لود فإذا قلت أورتك pressure أورتك valve كلهم نفس الشي بيمثلولي الأفتر لود فأنا زاد عندي المهم الأفتر لود بشكل كتير كتير كبير Stroke Volume قلت لأنه الفالف أصلا مش عم يفتح تمام والCardiac Output قلي كتير يعني مش عم يطلع دم أصلا كتير رح يكون عالي ليه طبما الCardiac Output قليل طيب ما هو الأفتر لود كتير كبير وبسبب الاستونوسز اللي بيصير بالأورتك valve وبالتالي الأثر تبعه كتير أكبر من الأثر تبع الستروك volume تمام هاي واحدة إيش الدليل عملي على إنه قديش الأورتك pressure بيأثر على الأوتو consumption فبهيك حالة على فكرة لو البريلود زاد كتير وبيحاول إيش يعمل للبريلود يزود لي الستروك volume على الفاضي لح برضه تكون كتير قليلة ليه لأنه خلص في عندي afterload كبير في عندي P اللي هو أورتك pressure كتير كبير رح يزيد لي الـ تمام هلا الوجه الآخر بقول لك لما إيش تكون مشغل وعم تعمل exercise بشكل كتير كبير والبريلود زاد 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 وال stroke volume زادت كتير كتير وحط الheart rate زاد هل هذا معناته أنه يعني ما رح يصير فيه auto consumption بدأ رح يصير auto consumption بس بقول لك بتضلها أقل من auto consumption اللي بتصير لما afterload يزيد تمام فخلص نحفظ afterload كتير بيأثر على auto consumption والأنرجي بعدين بيجي preload وآخر اشي heart trait تمام فمثلا شخص عنده systemic hypertension شخص عنده ضغط وهذا اشي عنده ضغط يعني pressure في arteries ومن ضمنهم الأورته عالي يعني afterload عالي هذا الشخص القلب تبعه لازم يبذل work أكتر ويستهلك طاقة أكتر بالتالي الخلايا تبعته بتميل انها تعمل hypertrophy بتحاول تكبر حالها عشان تبذل شغل أكتر بصير في عنده thickening بصير اسمك ventricle تبعه يعني على long term يعني إذا كان chronic hypertension وقعاد مدة طويلة مع الشخص هذا اللي بيصير طيب حتقول لي يعني طيب إذا أنا بدي قوة أكبر من ventricle ليش ventricle يعمل hypertrophy ليش يعمل thickening ليش يزيد السمك تبعه شو علاقة السمك بالقوة اللي القوة أو pressure ما هو pressure عبارة عن force بوحدة المساحة القوة تتأثر بشكل طردي مع thickness اللي هي السمك تمام وال tension وعكسي مع راديس تبع هاي الكرة اللي أنا عم بحكي معها إذا لا place وعام المفيزيائي درسلي السفير الكرة وحكى إنه القوة اللي بتتولد في هاي الكرة اللي هي pressure تتأثر بشكل طردي مع thickness تبعت هاي الكرة سمكها وال tension اللي موجود في هاي الكرة الشد اللي موجود فيها قديش ما شدودة يعني وعكسي مع نصف قطرها تمام لهيك ربنا خلى خلايا القلب يعملوا hyper trophy عشان يزيدوا thickness لما تزيد thickness شو بصير بالpressure بزيد تمام ليش بدنا نزيد الpressure إنه بدنا شغل أكبر بدنا قوة أكبر تمام لهيك بالsystemic hypertension اللي هو الضغط اللي بيصير بشريين الجسم left ventricle اللي بيعمل hyper trophy لأنه left ventricle هو اللي بيودي الدم للsystemic blood vessels وب pulmonary hypertension the right ventricle هو اللي بيعمل hyper trophy هو اللي بيزود thickness تبعه تمام بقول لك بالنهاية للأسف يعني إذا ضل الضغط عالي طبعا حد شخص وما كان control ممكن يؤدي لفشل في القلب القلب بفشل بإنه يرفع pressure تبعه بيحكي لك واحد من هدول الخيارات بيزيد لي كمية stroke volume طيب أنا الهدف من السؤال مش الأجوبة أو إنه نجاوبه الهدف إني أكتب لكم إيش في أشياء ممكن تؤثر لي على stroke volume الأول شيء الأول شيء ال-end يستلك volume صح؟ لو حسب إيش Frank Starlet Mechanism كل ما زاد preload شو رح يصير بالstroke volume رح يزيد ال-afterload إيش بيعمل عكسي مع stroke volume كل ما زاد ال-afterload بيقل إيش عندي stroke volume صح؟ هدول أهم إشياء بتأثر لي على stroke volume تما فيه drugs طبعا أدوية بتأثر برضو على stroke volume طيب هاتو نشوف الخيارات بيقول لك هون إذا صار في عندي reduction للvenus tone يعني الفينز إيش صار فيهم صاروا ما فيهم مش عاملين construction عاملين dilatation شو رح يصير لما يصيروا dilatated الفينز الفينز بس يصير لهم dilatation الدم رح يضل فيهم رح يبطل يروح للقلب فشو رح يصير في الpreload الpreload رح يقل فالstroke volume رح يتقل النيوموثوركس هو لما الهوى يطلع من الرئة مثلا يصير في فتحة ثقب في الرئة فيطلع الهوى يروح على الثرسك كافيتي والهوى يزيد الضغط في الثرسك كافيتي فشو بيصير فهاي زيادة اللي صارت في الضغط بتقلل وصول الدم للقلب فبرضو الدم بتراكم في الفينز وشو بيصير عندي بالpreload بقل طبعا بدرس الفينز رح تحسوا الهوى اللي بحكيه اسهل بس انا بدي افترض اني مدرسش الفينز بدي افكر معاكم ديهايدريشن يعني كمية الدم قليلة فمعناته اكيد preload اقل بالجنرال انستيريكس اكيد اذا انا عطيته انستيزية ادوية التخدير اكيد ما رح يزيد عندي stroke volume تمام يعني ما رح يصير القلب يعطيني stroke volume اكبر اوكي شو كمان skeletal muscle contraction لما العضلات في الهيكلية تعمل contraction انقباض بتشد على الفينز اللي ماشيين بين العضلات يعني لو نفترض هاي عضلة وهاي عضلة يعني هاي اجر اوكي هاي بطط رجلي هاي هون هاي في عضلة هون في عضلة هون ماشي بين العضلات ايش فين لما العضلات طبعا هون يعملوا contraction الفين بنشد اوكي بصير له construction يعكس الاولى فالدم بطلع طلوع لالقلب فبزيد ال preload لما يزيد ال preload ايش بصير عندي بالإندس stroke volume بزيد بالتالي بزيد stroke volume تمام